في هذا الجزء سوف نتعرف على الطرق المختلفة للتنقل داخل المستند وأول أشهر هذه الطرق هي الضغط بالمؤشر في الموضع الذي نريده من المستند فيتم نقطة نقطة الإدخال إلى هذا الموضع الجديد وباستخدام هذه الشرائط المنجلقة الرأسية يمكننا التنقل داخل المستند المفتوح حاليا في الضغط على الشهر العلوي سوف تتحرك الصفحة الحالية بمقدار شطر واحد إلى الأعلى وبالضغط على الشهر الشفلي تتحرك الصفحة الحالية بمقدار شطر واحد إلى الأعلى وبالضغط على المعاشر المنجلقة سوف يمكننا التنقل داخل المستند كما نريد وشوف يظهر رقم الصفحاء الحالية أثناء عملية صحب الشريط المنزلق بالمؤشر داخل المستطيل ويتوقف موضع ظهور هذا المستطيل على الموضع الحالي للمؤشر المنزلق عند الضغط عليه وبالضغط على المفتاح Home من لوحة المفاتيح يتم الانتقال إلى بداية الشطر الحالي وبالضغط على المفتاح End يتم الانتقال إلى نهاية الشطر الحالي وبالضغط على المفتاح Control-Y Home يتم الانتقال إلى بداية المستند وعند الضغط على Control-Y End يتم الانتقال إلى نهاية المستند كما يمكننا أيضا التنقل ذات المستند بالضغط على هذه الأشهم المجدوجة في الشريط المنزلق الرأسي فبالضغط على الشهم العلوي يتم الانتقال إلى بداية الصفحاء الشابقة وبالضغط على الشهم الشفلي يتم الانتقال إلى بداية الصفحاء التالية وإن كاننا باستخدام هذه الأشهم الانتقال إلى أي من العناصر الأخرى بخلاف الصفحات التالية أو الشابقة فبالضغط على الرامج Select Browse Object يظهر مربع يحتوي على الخيارات التي يمكن الانتقال إليها عند الضغط على هذه الأشهم فباكتيار Browse by Tablet سوف يتم الانتقال إلى الجدول التالي أو الشابق ذات المشاند وباكتيار Browse by Graphic سيتم الانتقال إلى الرسم أو الشكل التالي أو التالي وباكتيار Browse by Heading يتم الانتقال إلى العنوان التالي أو العنوان التالي أو العنوان السابق وباكتيار Browse by Edit سوف يتم التنقل بين الكتابات التي تم تعديلها في المشاند وباكتيار Find تظهر لوحة المطريرات Find بالبحث عن كلمة أو الكلمات التي نريدها وباكتيار Browse by Hocess Pro reicht تظهر لوحة الكلمات التي تريدها للمشاند وباكتيار Browse by Graphic سيتم الانتقال إلى الرسم أو الشكل الشابق أو التالي وباكتيار Browse by Heading manufacture سيتم الانتقال إلى العنوان التالي أو العنوان السابق وباكتيار Browse by sitten سيتم التنقل بين الكتابات التي تقم تعديلها في المشاند وبإفتيار搞ков تظهر لوحة متغيرات برية التفاقية SOى وإن منيprogram القوية بعد إفتيار GOTO تظهر لوحة آخر لغيرات GOTO بتحديد العتمل الذي نريد العابة هذاôn إليه وإن فلا pc وإن في المجد من الوصول بالحيوة ser antigente وفتح أوثائنا أو بالضغط لفتاح الإفتيار للبدو من لوحة المتغيرات وبسيطة Browse by Page سيتم انتقال إلى الصفحة التالية أو الشابقة ونشهد Browse by Fiction للانتقال إلى المقطع التالي أو الشابق وبسيطة Browse by Command للانتقال إلى المقطع التالي أو الشابق بسيطة Browse by Note سوف يتم التنقل بين مدينة الهوامي الشابقية الموجودة في المستمد وBrowse by Field انتقال إلى حق الديانات في التالي أو الشابق